السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى اخوات واحلى متابعين يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن صحة واحسن حال ويدوم عليكم الصحة والعافية يا رب العالمين من داخل مصر ومن خارج مصر احلى اخوات واغلى اخوات ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي والنهاردة بقى فيديو هننعمل كده من خمس فرخات هنفرز انواع كتير جدا من خمس فرخات زي ما انتوا شايفين بس قبل بنبدأ الفيديو واللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصح به وسلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما توفيقي إلا بالله شايفين بقى من خمس فرخات اعملتي بسم الله ما شاء الله اه اكتر من كم نوعه هوت من الفراخ طبعا تنفعك في رمضان تفرزات رمضان وبإذن الله كمان تدف دخل عندك تعملي منه تطلع بقى طبع اه اي نوع بقى انت عايزاه وتعمليه على طول ويه لزوم الشتاء والمطر برضو تبقى كل حاجة عندك من خمس فرخات هتعمليهم بقى وتشكل كده انواع اه في بيتك وتعملي بقى زي ما انتوا شايفين كده اه طبعا هنا كم نوعه هوت وبعد كده بقى غلفتوا زي ما انتوا شايفين بالستريتش ودخلوا بقى الفريزر ويلا بقى كده يبدأ يومنا النهاردة ويمكن ان شاء الله ورد وفل وياسمين ومعطر بذكر الرحمن ويسطلع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بقى كده ندخل على الفيديو النهاردة وهاتبقى يلا الفراخ عشان نعملها بالطريقة الجاملة ديت وتبقى تحت ايدك في اي وقت وتعمليها على طول يلا بقى نبدأ بإذن الله ونتوكل على الله اه ونبدأ بقى فيديو النهاردة شايفين اللهم صلي وسلم وبركة عليه سيدنا محمد دول خمس فرخات طبعا شايفين بقى انا ضفتهم عاملة زي غسلتهم كويس جدا بالملح الخشن واللمون وكمان دقيق وسكر وطحينة طبعا بحط ده كله في المية وادعكم كويس جدا والدقيق وبعد كده بقى بسوهم نص ساعة او ساعة زي ما انت عايزة تجاوه برد وبعد كده بقى تخسرهم اكتر من كم مرة تحت المية ويحطهم بقى في مصفة يصفوا بقى اي حاجة فيهم وبعد كده تعمليهم بقى على طول طبعا هنا غسلتهم والكبد والقونس حطهم في المصفة همت على ما خلص بقى وقطع الفراخ تبقى صفه برضو الكبد والقونس اي حاجة تكون موجودة فيه اه اول فرخة كده هنسمي الله ونصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام وهنقطعها بقى ايه اول حاجة الدبابيس كده طبعا هاخليها خالص من الجلد عشان هنعمل بقى منها صدور وهنعمل دبابيس وهنعمل اجنحة وكل حاجة ان شاء الله في الفيديو دوته تبقى تحت ايدك ونستفيد من بعض ان شاء الله اه بجهز بقى اي حاجة طبعا قطعت اول فرخة وخدت الدبابيس بتاعتها وبعد كده بخل بقى الفخ الفخدة الفخدة بقى بتاعت الدبوسة دي بخليها زي ما انتم شايفين كده وبشيل بقى العظم اللي فيها عشان نعمل الفخدة شيش طو هنا طبعا بصراحة انا اتفجأت زيكم كده اول مرة اصور من الكاميرا الامامية ولقيت نفسي بعمل بايدي الشمال لكن انا طبعا بستعمل ايدي اليمين في كل حاجة وربنا يا رب يجعلنا من اهل اليمين دايما لكن هنا بقى التصوير هو اللي جايبني وانا بعمل بايدي الشمال كده هخلي بقى الفخدة عشان نعملها مع بعض شيش طو يبقى شلت الدبابيس اول حاجة من الورك من الوراك وبعد كده هقطع بقى الفخدة شيش طو بتبقى من الوراك بتبقى احسن من الصدوش هخليها بقى طبعا دي فراخ بيضة فبتبقى يعني اي حاجة في ايدك هتشيلها على طول الجلدة بتتشال بسهولة والعظم طبعا هنا انا مش لابسة حاجة في ايدي لكن طبعا براحتك انتي عايزة تلبسي الكلافز براحتك لكن انا هنا بعمل كل حاجة بايدي طبعا وايدي بخسلها مرة واتنين وتلاتة قبل ما استعمل الحاجة وفي ايدي في المية على طول فطبعا ضمن اللي انا بستعمل بايدي انضف من اي حاجة هلبسها تكون هعمل بيها وهنا طبعا بشفي زي ما قلتلكم الفخدة علشان نعمل بقى الشيش طو برضو هنا الاجنحة ده كله طبعا بعمله من فرخة واحدة اهوة اول حاجة والاجنحة بتاعدها كمان ركنتها على جنب عشان هنعمل برضو اجنحة مع بعض طبعا هنعمل كل حاجة بالتدبيلة بتاعد دي بقى الصدور هعمل بقى هاخلي الصدور خالص وبرضو هنعمل هسيبها بس كده تبقى صدور آآ مخلية خالص من العظم ومن الجلد آآ وبرضو هركنها على جنب عشان نبقى نتبيلها برضو ونعملها مع بعض قولوا دي باشيلها لوحدها وبعد كده لان هعملها مع آآ صوابع فهنا باشيل الصدور وبعد كده باشيل اللي حديتنا نتلكوا عليهم آآ دية هركنها عشان بقى اكمل عليها ونعملهم صوابع طبعا العظم اللي انا بخليه مش هرميه خالص طبعا هعينه واحتفظ بيه برضو في الفريزر يوم بقى نعمل شوية ملوخية كده وجنبهم شوية بتنجان تطلع بقى تعمل شربة زي ما انت عايزة يوم بقى هتشفو فراخ آآ وطبعا الفراخ المشوية يوم بقى هاش فيها شربة آآ تطلع بقى وتعملها وتعملها محشي جنب الفراخ المشوية آآ تلاقي بقى العظم دوت تعملي به احلى شربة آآ وهنا بقى قطع تهوة الصدور بقطعها صوابع السريبس عشان برضو زي ما قلتلكو آآ نعملها طبعا هنا بقى عمل كده ليه زي ما قلتلكو في اول الفيديو داخل بقى علينا آآ المطر والجو والبرد مش كل يوم بقى هننزل السوق آآ وطبعا تضيع وقت كمان يعني اي حد بينزل السوق كل يوم ده طبعا تضيع وقت جدا انت تنزلي كل يوم السوق آآ وكمان اللهم اصلاح على سيدنا محمد آآ المطر برضو داخلنا على رمضان فلما تعملي التفرزات دي تنفعك بقى لتفرزات رمضان وكل حاجة تبقى تحت ايدك زي ما قلتلك ديف دخل عليك هتطلع بقى وتعملي اللي انت عايزين طبعا هنا زي ما قلتلكو في اول فيديو الفراخ مخصولة كويس جدا لكن لازم برضو انا شافها تماما من اي مية تكون موجودة واي حاجة تكون موجودة فيها علشان طبعا تتشرب التدبيلة كويس المية ما تعملش عازل بينها وبين التدبيل بينها وبين الفراخ آآ زي ما شفت كده بقى هنا عملت ادي خليط شيش طوق وصدور واجنحة وآآ صوبع وعظم وهنا طبعا لازم بشيل بقى الحتة دي بتبقى في الجناح دي بتعمل زفارة فملهاش لازمة خالص بنشيلها ما فيهاش لحم بس بشيلها برضو يعني برميها على طول لانها طبعا بتبقى دي سبب الزفارة بتبقى موجودة في الفراخ آآ هنا برضو الفرخة اللينا هقطعها آآ اربع تربع وهسيبها بقى تدبيلة كده معتادة هنعملها برضو مع بعض وقطعت برضو معاكم فرخة هسيبها كاملة للشوي زي ما قلتلكو الحاجات اللينا بخليها مش برمي العظم هشيل برضو الرقبة والحاجات اللي هي العظم اللي انا خليته ده طبعا كله آآ هنعمل به هنا خلاص بقى بعد ما خليت الفراخ اللي انا عايزاها آآ هنتبل بقى الفراخ وآ آآ دي زي ما قلتلكو اكتر من نوعهوت آآ يبقى جاهز معاك وتحت ايدك اول حاجة هنعمل الشيش طوق الشيش طوق هنحتاج آآ البصل آآ وملح وفلفل وزعتر وزنجبيل وزيت وصلصة وزبادي دي طبعا الحاجات اللينا هحتاجها للشيش طوق آآ طبعا اللي وكمان هنا آآ هحتاج آآ رشة بستة خالص من الكركم وعليها كمان بقدونس يبقى للشيش طوق هنحتاج آآ بصل مبشور وبقدونس وزنجبيل وزعتر وبهرات فراخ آآ وزبادي وصلصة ولمون والده طبعا كله هنقلبه في بعض ونحط بقى عليه قطع الشيش طوق ويبقى معنا آآ جاهز على طوق زي ما قلتلك انا هتتعابي يوم بس هترتاح بقى بقية الشهر يبقى كل حاجة تحت ايدك وزي ما قلتلك يبقى كده بيتك مصطور ربنا يستر بيوتنا جميعا يا رب يبقى كل حاجة تحت ايدك واتطلع بقى اي طبق من دول بتعمليهم بقى يوم كده آآ زي ما قلتلك يبقى للطوارق آآ تعمليه وتطلع بقى وتحضري على طول هنا طبعا لازم احط اكياس بتاعت التلاجة تبقى عازل بين الطبق وبين الاكياس عشان تبقى صحي بعد كده بقى هنعمل آآ صدور اللي تكون صدور كاملة آآ هنعملها بقى آآ بطريقة جاملة جدا برضو وحط آآ بصل بودر وآآ سيا سوس وفلفل اسود وزعتر اساسة زي ما قلتلكم في كل التدبلات وملح وآآ بهرات شاوي وبرضو عصير لمون والسلسة وحط برضو عليهم آآ معلقة عصر برضو آآ معلقتين زيت وكده تبقى معايا صدور الفراخ تبقى كاملة آآ ليبقى اي وقت تبقى تحت ايدك برضو وان شاء الله هنعمل الحاجات دي كلها مع بعض طبعا لازم اغطيها بالتدبلة كويس جدا عشان تشرب من التدبلة يلا بقى عشان نعمل دول ده ببيس الفراخ ده ببيس الفراخ هحطت بقى هنا معلقة صلصة ومعلقة مستردة وزعتر زي ما قلتلكم اساسي في كل حاجة وكل التدبلات وحطت برضو معلقة عسل ابيض ممكن تستدبل العسل دوت بمعلقة نص معلقة سكر برضو بيدي نفس الطعم لو مش عندك العسل الابيض ده بدي وبردو هنا طبعا انا هنا هاخد مية البصل نحط برضو عليهم معلقة نخل وهيقلب بقى ده كله مع بعضه ويبقى جاهز معي يبقى عشان برضو ما تتلغبطوش ده ببيس الفراخ هحط لها مية البصل وسلصة ومستردة وملح وخل وفلفل اسود وزعتر ده اساسي وهنحط برضو عليهم معلقة عسل وصيا سوس وتبقى معنا كده ده بس الفراخ جاهزة معينا برضو لاي وقت تبقى تحت ايدك في الفريزة طبعا لها اكتر من كم طريقة تستعملها بها وان شاء الله هنعملها مع بعض هنا بقى هنعمل الفرخة اللي انا هشويها هحط بقى هنا حطيت البصل وملح وفلفل اسود ورشة قرفة طبعا القرن الفلفل ده اختياري وصيا سوس وزيت ومعلقة صلصة طماطم وبرضو معلقة مستردة وعصير لمون وهنا برضو حطيت بهارات شوي الفراخ معلقة من بهارات شوي الفراخ بتبقى برضو جميلة جدا زي ما قلت لكم الفلفل ده اختياري لو مش عايزين فلفل ده طبعا يرجع لكم هنا هحط بقى ايه دي هعمل كده فتحات في اللهم صلي على سيدنا محمد في الفرخة اللي انا هشويها وحط بقى زي ما قلت لكم التوابل دي او البهارات دي عليها والخلطة بتاعتها الجميلة دي التدبيرة دي هحطها عليها عشان تتشرب الفرخة من البهارات دي هحط برضو تحت الجلد وبعد كده برضو هحط هفرش برضو كيسة على كيسة تلاجة وهحط عليها الفرخ هعمل اللامة صلي على سيدنا محمد حطيت هنا ايه دي رشة تون بودر وحطيت عليهم نصف كوباية دقيق معلقتين نشا ونصف معلقة كوركم رشة فلفل اسود وهنا حطيت برضو ربع كوباية مية وحطيت معلقتين زبادي وهقلب بقى المكونات دي كلما مع بعضها ده طبعا التدبيرة السيلة بتاعة الستريبس هنعملها برضو ان شاء الله مع بعض يبقى حطيت نصف كوباية دقيق عليها ربع كوباية مية وحطيت بقى التوابل وهي رشة تون بودر وهنا حطيت برضو مسترضة وهي رشة كوركم وفلفل اسود وزعتر وتبقى كده معينة جاهزة اه دي الستريبس بعد كده حطيت اه دي بقى هنعمل الفرخة اللي هي العادية خالص التقليدية بالمرتع بقى بتاعتنا اللي هي السهلة البسيطة اه العادية خالص حطيت هنا برضو الفرخة اللي فرمت البصل في الكبه وحطيت برضو زعتر وفلفل اسود وبهارات فراخ اه وملح وكمون وكسبرة وقادي بقى بالمرتع كده وعشرة عمام لمونة وتبقى معينة كده فرخة برضو جاهزة معينة ده الكبد والقوانس برضو هحط عليها من المرتع العادية خالص بتاعتنا طبعا لو هتحتاج الفرخة ديها للشربة مش هتضيف عليها اللمون وبردو الكبد والقوانس حطتها في اه حطت عليها برضو شوية من التدبيلة العادية بتاعت الفرخ عشان تبقى متدبيلة معينة وزي ما انت عايزة تعمليهم بطريقة اعملهم هنا برضو هنعمل اجناحة الفرخ اه حطيت رشة فلفل اسود وملح ورشة زعتر طبعا هنا مستعجلة معاكم عشان الفيديو طول قوي فمش عايزة اطول اكتر من كده حطيت برضو معلقتين سياسوس ودي رصة كوباية لبن آآ لبن رايب بتخليها بقى طرية جميلة جدا ورشة آآ توم بودر وبصل بودر دي بقى لي الأجنحة بتاعت الفرخ اللبن الريب بيخليها تدنها معاك طرية ما تنشفش منه وكمان حطيتها في كيس عشان هحطها بالمية بتاعتها او بالتدبلة بتاعتها فعشان طبعا ما توقعش جوال فريزة شايفين بقى اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد ايدي بقى من خمس فرخات عملنا بقى شوفين اكتر من كم نوع وطبعا دوت زي ما قلت لك يبقى للطوارق تحت ايدك ينفعك لأي وقت زي ما قلت لك ديف دخل عندك رمضان اتفرز الحاجات دي في رمضان طبعا ببقى جو حر مش بنزل السوق كل يوم فبتجيبي بقى الفراخ هتتعابي يوم لكن هترتاحي بقى طول الشهر يعني انت لو مش عملت كده هتجيبي فراخ كتير جدا في الشهر كله لكن لما تنظمي وقتك كده وتنظمي بقى الحاجات اللي انت هتجيبيها الخمس فرخات وتقطع كده وتفرز منهم هتمشي بقى يوم كبد وقوانس جنب شوية مكارونا شوية رز زي ما انت عايزة هتعملي برضو سدر الفراخ مرة الفراخ المشوية مرة وبردو زي ما قلت لك العظم في اول الفيديو هتعملي بقى بيه شربة هتعملي بيه ملوخية للمحشي زي ما انت عايزة وقادي بقى فيديو النهاردة وزي ما قلت لك هنتعب يوم وهنرتاح بقى طول الشهر بحاجات بقى سهلة وجميلة هيت وتدبلات بسيطة جدا الحاجة اللي انت عايزة تحطيها هتضيفيها مش عايزة مش تضيفي اي توابل انت مش حبيها اللي انت عايزة بس هتحطيه اه لو في اي نوع بهارات مش مستحب بريفته ما تحطهوش اه وقادي بزي ما تركوه قرن الفلفل دوت اختياري لو انت مش عايزة على الفراخ المشوية ما تحطهوش ونستعمل الملح والفلفل الاسود والزعتر ده اساسي في جميع التدبلات اه وهنا بقى هجيب هلفهم طبعا وهحطهم في الفريزر عشان طبعا نتأكد ان التدبلة كده تبقى اه ما فيش حاجة تكب منك وتوقع في الفريزر لازم بقى ان انت تغلي فيهم كويس جدا اه ممكن اكياس اللي انا حطتها كده على الطبق ممكن تدخليها فيها لو مش عندك اه الستريتش لاب دوت ممكن تلف فيهم باكياس اه فريزر عادي خالص وتقفلهم كويس وتحطيهم في الفريزر يا رب بقى فيديو كده النهاردة يكون يعني بسيط ويكون عجبكم وزي ما قلتلك هتعمل بقى اكتر من كم نوع في الفراغ وللطوارق والاي يوم انت عايزة اه مكسلة روح السوق اه تدبلات وتفرجات رمضان وده كله ان شاء الله هينفعك باذن الله ويبقى الحاجة تحت ايدك وتعملي زي ما انت عايزة اه عملت اكتر من عشر انواع عهوات حاجات اه هتنفعك باذن الله ويا رب بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون رضاكم ويكون فيديوهات بتعجبكم ولو في اي حاجة عايزين تسألوني عنها ونستفيد من بعض اكتبولي في التعليقات عشان كلها نستفيد من بعض اه ويدمتم في حياتي نعمة وربنا يخليكم ليه ما تحلمش منكم ابدا اخواتي الغليين من داخل مصر ومن خارج مصر بشكركم كتير ومهما اشكركم مش هو في حقكم ولو اقفكم جنبي عشان تسندوا القناة وتكبر ان شاء الله بفضل لا سم بيكم اخواتي الغليين دمتم في حياتي نعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة